برنامج الاستعداد لمباراة الادارة الطربوية بمعنى اذا اردت اجتياز يعني مباراة مسلك الادارة الطربوية يجب التركيز على هذه المواضيع اذا الموضوع الاول فقط يجب التركيز على التأثير القانوني للادارة التدبير المالي والمادي مشروع المؤسسة المندمج مخطط النجاح المدرسي خطط عمل لمعالجة الاختلالات كرونولوجيا الاصلاح مسجدات المنظومة قيادة التغيير التقويم المؤسساتي التربية الدامجة الحياة المدرسية مكونات ومهام الادارة سيكولوجيا تدبير مؤسسة علمية الشراكة التواصل اذا هذه اهم المواضيع التي يجب التركيز عليها فاهمها هو سيكولوجيا التربية او سيكوسوسيولوجيا تدبير مؤسسة علمية اذا فاة تدبير الايداري لمؤسسة علمية يعرف تحول كبير من حيث يعني الانتقال من تدبير الإداري المحدد إلى يعني إلى التدبير القيادي المعتمد على الإشراك والإنصات وأخذ المبادرة لحل المشكلات تنسيق التواصل والتنشيط الفعال لمجالس المؤسسة وأدوار العاملين بالمؤسسة ومرتفقي المؤسسة من تلاميذ وشركة إذن فهذا التدبير يتصف بأنه له عدة مظاهر سيكولوجيا وأخرى سوسيولوجيا فيتم تلخيصها في التحفيز والقيادة والإشراف الطربوي والسلطة والتدبير والتفاوض إذن نكتفي بهذا القادر إذن أهم المواد التي تجب التركيز عليها لإجتياز أو الاستعداد لمباراة الإدارة الطربوية وأتمنى التوفيق للجميع شكرا